نتكلم عن أنواع الكحة الخاصة بأطفالنا وإزاي نعرفها كصوت وإزاي نتعامل معها وإزاي تكون الوقاية قبل العلاج جزاك يا رابط حضرتك معنا بقى لك قد إيه في من القلب 2014 2014 حسيبوا يا أولاد 2014-15 نتكلم 6-7 سنين مع حضرتك منورنا ومشرفنا ودائما بتفيدنا جزاك ملو عننا كل خير طبعا أنا مبسوط جدا يعني فيه ثلاث حاجات تخلي أنا بس تعتذر بس من صوت رايح شوية فيه ثلاث حاجات يخلوا البرنامج ينجح هو وجوده في شاشة قوية زي شاشة NBC طبعا نمرة واحد نمرة اتنين التنوع الجميل في كل الموضوعات وفي كل المناح الحقيقة على مدار الأسبوع وجود حضرتك في البرنامج مش مجاملة والله أنا يعني الفكرة دايما فيه بعض الموزعين تلاقي يا أم واحد ما بتكلمش خالص ما عندوش الثقافة اللي خليك تتناقش وواحد تاني بيبقى سارئ الكاميرا زي ما انتوا بتسموها اللي هما بيتكلم على طبعا انت ما شاء الله من الاثنين للثقافة العالية ربنا هبريك يا رابا وفي نفس الوقت الموضوعات المتغيرة والجديدة بسرع الكاميرا طيب لا خالص والله بشكر حضرتك جدي شهادة نعتز بيها والحقيقة جمال وكمال البرنامج جاي من زميلي اللي بيتعبوا ورا الكاميرا واللي بيشتغلوا وانا دايما بأكد على ده انكو انتو السبب انتو اللي يعني بمجهودكو باتقنكو للعمل وبإصراركو ان احنا نطلع احسن حاجة احنا بنتلع بالشكل ده انا والدكتور او انا والضيف اللي بيبقى معايا هندخل بقى على الكحة حارتك عندك كحة بصوتك كده لا مفيش بقى عن صوت رايح بس تاريخ من استعمال الغير اعدامي لانا شوف نتكلم كتير ربنا معاك يا رابا يعني الشكوى المتكررة انا لما بيبقى ابني او بنت عندهم كحة باجي اتصل بالدكتور قبل ما بروح العيادة يبدأ يقول يا كحة نشفة ولا بلغم ولا بحتاس مش عارفة رودة اقول ايه احنا عايزين نقول كان فيما يقول ايه وراء كل باب حكاية احنا الحالة النهاردة وراء كل باب فيه كحة كحة بقى من الجفة كحة برانة كحة مطولة كحة حنجرية ايه ده ده في كذا نوع كتير كويس كم نوع تقريبا حوالي تسع تسع انواع مش تسع اسباب فيه فرق كبير الفرق يعني ممكن يبقى عندي كحة حنجرية لها اكتر من سبب ممكن كحة ليلية لها اكتر من سبب مش بس يعني انواع التسعى للكحة كل سبب كل نوع منهم ممكن يكون ليه اكتر من سبب اكتر من نوع نعم والكحة عشان نبقى عارفين القصة دايما مثلا تلاقي الام ايه تبقى تقول يا دكتور انا ابني عنده كحة فعايز علاج على الوقت ساب مثلا او على موقع تسع هو الكحة دي عرض ولا مرض هي عرض عرض لشيء امي فيبقى علاجه مش ان انا اخده كحة وانا انا اخد مش عارف موزيب البلغة وانا انا اخد مش عارف ايه لأ علاجه فانا انا اعرف سببه فعالجه نعم كحة حساسية كحة من الارتجاع كحة وهكذا نعم يبقى حاسة ابنوع الكحة انا بقى ابدأ اتعامل تبدأ تكتشف ايه هو المرض وتعالج المرض فبالتالي الكحة تهدف نقطة كمان هل فيه ضيق تنفس ولا لا يمكن معنا الفيديو النهاردة نشوفه برضو اه ده او الفيديو الصحف معنا اللي هو الطفل بجد اه طفل حقيقة احنا مصورينه عشان فكرة انه السكند او الثانية تساوي حياة في الاطفال لو عندهم ضيق تنفس عشان احنا بتكلم في كحة وضيق التنفس فضيق التنفس وده عندنا ليه اربع درجات نعم لازم الام وده لازم عشان الام تطلع من الحلقة دي امتى بيسموها الريد فلاكز يعني علامات الحمرة امتى تتوجه للطبيب وامتى يكون فيه علامات خطورة على الطفل اقدر الله امتى تتوجه للطوارئ اه وامتى تقول ده مجرد كحة وحتى عدد هتاخد وقتها وتعدي بزبط فبالتالي ضيق التنفس ده اربع درجات درجة الاولى والتانية والتالتة والربع عايزين نعرف الام لازم تشوف تعرف يعني ايه ضيق تنفس يعني ايه سرعة في التنفس نعم دي الحالات اللي بنروح فيها للدكتور او بنتوجه للطوارئ ضيق التنفس من الدرجة الاولى والتانية اللي تعامل والتالتة والربع اللي تعامل كإحنا كأطباء لكن المقصود ان انت كام ده خلي بالك علامة مهمة لما يكون لازم تعرفي مال شديد لعضلات التنفس وهل في جرونتينج او بيسموها النتة او يعمل صوت عائلي اثناء التنفس زي ما نشوفه او في زرقة في الجلد يعني فيه ام جاية ابنها بيزرق اه وقعدة في العيادة وابنها يزرق ده درجة ربعة نعم نعم دي ما تشزار دي لكم طوارئ الأبنية اللي هي توقف التنفس ده النفس الطفل يبير يسكت عشرين ثانية واني اخد نفس يسكت عشرين ثانية ده اسمها أبنية او توقف التنفس ده حاجة خاطرة نعم